أصيب ثلاثة أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة بجريمتي إطلاق نار في أبو سنان وبلدة كفر كنة وتم نقل الجرحة إلى المستشفيات للعلاج دون اعتقال الشرطة لأي مشتبه بهم وفي أبو سنان تعرض شاب في الثلاثينيات من عمره لجريمة إطلاق نار وأصيب بجروح وصفت بالخطيرة أما في بلدة كفر كنة أصيب شابان بجروح متوسطة بعد تعرضهما لإطلاق نار في البلدة وتشهد البلدات العربية تصعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل فيما تتقاعس الشرطة في الحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على أمن وأمان المواطنين